ومعاناة اللاجئ السوري عندما يغادر سوريا مدفعة صغيرة بالكاد يرانارها يعتمد عليها لتنشر الدفعة في أركان غرفة كارفانية تضم تسعة أفراد من أسرته موسم الشتاء موسم لقلق يضاف لقلة الإمكانيات المتاحة للاجئين السوريين اللاجئون هربوا من جحيم القصف لمخيمة اللجوء لتحميهم من الحرب وويلاتها طاردهم البرد والشتاء والسقية حال أبو عبدو القاطن في كارفان حديدي من ست سنوات كحال غيره من اللاجئين داخل المخيم الانقلاب الشتوي اقترب واقترب معه قلق اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء السوري بالأردن انقلاب شتوي تتحول معه هواجس اللاجئين لصراع يومي لملاحقة الدفع في برد لايالي الصحراء القاسي ليتجمور العربي مخيم الزعتري شمالية الأردن